السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله واسع الإفضال عظيم النوال نحمده عز وجل على خير المتوال ونسأله عز وجل أن يجعلنا من الصالحين ومن عزاج الله المقبلين على طاعته المستمعين لما يلقى علينا من المواعب المتفعين من المتعلمين الحالمين الحام font يجعلنا من المتعلمين الحاملين المترجم للقناة 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 سبحانه المترجم للقناة 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 وحظومات وطل الألات وإنها تنصر رغب من الله الله سبحانه وتعالى الإيد أن ت Lilha طريق مقابل أن تحذّك أول Orange أrite بirable Acquرة úsica أول م crossed أحوى أعلم أشخاص لأسف أكثر من يُّزع هفافاً المعرض أنها جزيلاًosas لكن ما يررن أن تحدث أن يحدث جcharged فإن一些ader وأسلع أسلعًا مؤلاء أي ج versoلاً يتركوا بagaimana كيفية الناس على الناس لتبعى الله سبحانه وتعالى لكنه أبقينا نحن نحن نجد مميز يمكن يمكن أن يتعرف على الله مميز يميز يميز من الله مستوى لأنه سيئی أمورون بين أمم ومن أموراً سيئة الله سيئی آمه ومن خلاله سوال ومن خلاله سوال ومن خلاله سوال إن لله الملائكة سيأخون على وجه هذه الأرض خلق الله ملائكة على وجه الأرض يسيحون يلتمسون حلقتك يلتمسون مثل مجالسكم هذا فإذا وجبوا من يبلسون على ذكر الله فمثل هذا المجلس تداعف ما بينه اتمعوا إلى بغيتكم اتمعوا إلى طريبتكم إلى طلبتكم بيتمعون ويقرون حلقًا حلقًا من قدراتهم إلى على السماء disebutkan bahwa saya sabda tabindah Nabi Muhammad اللي صلى الله عليه وسلم sesungguhnya الله سبحانه وتعالى memiliki ملائكة ملائكة yang kerjanya mondar-mandir di seluruh dunia ini mencari majlis-majlis ilmu semisal majlis kalian seperti ini apabila mereka menemukan majlis tersebut mereka akan memanggil kepada mereka-malaikat-malaikat yang lain mereka akan memanggil hey para malaikat tujuan yang telah aku jumpai hey para malaikat apa yang kalian inginkan telah aku jumpai maka berkumpul para malaikat ya Allah membentuk halakah halakah demi halakah saking ramainya para malaikat tersebut mereka berkumpul dalam majlis semisal majlis ini bahkan perkumpulan mereka sampai menuju langitnya Allah سبحانه وتعالى فَإِذَا مَنْتَهَا الْمَجْلِسِ سَاعَدُوا فَسَأَلَهُمُ الْحَقُّ وَهُوَ أَعَلَمْ لِحَالِ قال وَمِمَّا يَسْتَعِذُونَنَي قال يستعيذونك من النار قال يا ملائكتي وهرأوا ناري قال لا يا رب قال كيف لو رأوا ناري قال لك أنوال شد خوفا منها وهربا واستعازة يقول الحق عبد وقال أشهدكم يا ملائكتي أني قال أعطيتهم ما سعلوا من جنتي وستعدتهم مما استعاذوا من النار فِيظاما أعوذ بالله من يلاء فى النظر أن العبادة ما ستالى الأمرة سلسى هذا الرجل الملائكة سأت팅 تقنية يقرأون ما translated ما التي تظهر ما التي تظهر ما هو من مجدد مجدد أمرة الأمرة الله يحترم وقال أرى الأمرة لكن الله تعلم الله يعلم كل شيء الله يحترم يتطلب يا الأمرة أمرة الأمرة ما الذي تظهر عنداه أنك في أمرة الأمرة أمرة الأمرة قال أمرة أمرة الأمرة aku melihat para hambamu ya Allah sama them mereka duduk berfikir kepada engkau ya Allah menyebut tenbe ya Allah memuji pada mu dan mereka meminta syurga dan Allah bertanya kepada mereka tersebut apakah mereka telah melihat syurga مبتل mereka tidak melihat syurga dan apabila mereka melihat syurga ya Allah mereka akan lebih muat lagi meminta kepadamu mereka lebih semang lagi meminta syurga kepada Dallas ム Allah 跡 tanya apa yang mereka minta perlindungan daripadaku يا الله mereka minta perlindungan daripada neraka Allah bertanya apakah mereka telah melihat neraka mereka mengatakan mereka belum melihat neraka Ya Allah Allah bertanya karena mereka melihat neraka apa yang mereka lakukan mereka akan lebih gigih lagi untuk menghindari neraka apabila mereka melihat neraka mereka lebih semangat lagi untuk meminta perlindungan daripada api neraka maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada para malaikatnya سلامتها كل الملاكس أفشيكم يا ملاكس في أني قطت رب جدا وأهلا حق الجنس ينالون مغزرة من الله تعالى يقول ملك من الملاكس يا رف فيهم فلان ما جاء لهذا المجلس إنما جاء لآخر لغير غرض آخر يقول الحق عز وجل ولهم لغفرتهم هم القوم لا يشقى بهم جديدهم فقال سبحان من حضرها ولو فضولا من حضرها ولو مارا من حضرها ولو لحاجته ينتظر آخر ويريد أن ينضي معه بعد ذلك لقضاء حاجته له المغفرة ولهم لغفرتهم هم القوم لا يشقى بهم جديدهم فالحمد لله أن جعل هذه المجالس مجالس أهل السعادة ولا شكاوتا لأهلها ولا لحاضرها سواء كانوا قصدوا الجلس فيها أو كان ذاكا فضولا وغير ذلك ماذا معنهم قد نظر وحضرهم القوم لا يشقى بهم جديدهم والهم لغفرت ماذا معنهم فقال سواء كانوا من حضرها ولوالهم لغفرتهم جديدهم وغير ذلك لغفرتهم مبعقة من السمرير المجلس في جميع أن يجب فأو لغاية يواجهوا بموقع يا الله منكم عندما في جميع أنت عندما لمجرد هذا الجهة أيضا أننا أقضى لمجرد أن أقضى أحدهم أقضى كان أقضى ما تشبه يتكلم وأقضى أقضى أمني قال أقضى كان اتكلم أقضى كان مجرد دادت على الجهة سعى الضيابة بيقى لا يزال في الجهاز لتذهب الى الناس أخذ الله تعالى تقولون diampunkan dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan disiasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala siapapun yang duduk dalam majlis ini baik mereka sengaja duduk dalam majlis ini punya niat yang baik dalam majlis ini ataupun mereka cuma duduk karena ketika sengajaan dalam majlis ini siapapun yang habis akan diampunkan dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala jahat الحديث الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان جالس مع أصحابه في مجلسan وبينما هو يحدثهم وبأحكام الله يبينها لهم ولشرائع الله subhanahu wa ta'ala اذ دخل عليه رجل فدخل إلى مسجد رسول الله ووجد فرجة بين أصحاب رسول الله الجالسين في مجلس العلم عند رسول الله فجلس إليه ثم جاء آخر ودخل إلى المسجد وجد رسول الله مع أصحابه في مجلس مجلس العلم والتعليم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ما جلس إليه أخذ في أخريات المجلس وجلس في آخر المجلس ودخل ثالث فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في مجلس العلم ولما رأى رسول الله دار في المسجد ثم خرج وانصرف ولم يدرس في المسجد ولم يدرس عند رسول الله ليأخذ منه. رسول الله يقول لأصحاب بعد ذلك ألا أخضركم بخبر الثلاثة النفر؟ لنبال يا رسول الله. قال أما الأول هذا الذي جلس في حلقة رسول الله وجلس في مجلس العلم عند رسول الله فقد آوى إلى الله. سماه رسول الله آوي إلى الله. هذا الذي حضر في مجلس العلم هو آوى إلى الله. وهذه من جالس الإيواء إلى الله. فآواه الله. ابتنفه الحق سبحانه وتعالى. وأما الآخر تاني. فقد استحى من الله. ما فرج من المسجد. فاستحى الله منه. أن يعذيه. وأما الثالثة. الثالثة فقد أعرض عن الله. ما يريد مجلس الخير. ولا يريد ان إبنس من الجلس علم. ولا يريد أن يكون آوى إلى الله. ولم يريد أن يكون حاضر مع رسول الله ترجمة نانسي قنقر 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 لاماً قد عبد المواجهة المذكورة المستحفة سلطة المستحفة بخاري المستحفة مواجهة أكتب المستحفة المال sounds المسيح di mana hidup para perampok dimana hidup para ahli maksiat di mana hidup para orang-orang yang akan membuat jahat kepada siapapun yang akan melalui jalan tersebut sehingga tidak ada satupun orang yang berani untuk jalan melewati masyad tersebut kota masyad tersebut kecuali mereka memiliki pasukan yang besar yang bisa mengamankan mereka daripada bahaya perampok-perampok yang tinggal dalam kota masyarakat tersebut yang dulunya bukan kota masyarakat sehingga datang Al-Abid Ali Ibn Asan, Al-Otos salah satu ulamat besar daripada negeri Abramu cucu daripada Al-Abid Omar Al-Abid Ali Al-Otos ke kotak tersebut yang tujuannya adalah ini mengamankan kotak tersebut niatnya ingin menghilangkan kotak tersebut daripada para perampok daripada para alimaksyat sehingga dengan keberkaan daripada Al-Abid Omar keberkaan daripada Al-Abid Ali Ibn Asan Al-Otos, kotak tersebut berubah daripada kotak para perampok, kotak para alimaksyat menjadi kotak yang dimana memiliki keamanan yang begitu luar biasa bahkan siapapun yang lewat di jalan tersebut akan merasakan keamanan yang luar biasa akan diberikan dinum oleh penduduk tersebut Al-Mashhad, diberikan nama kota tersebut yang dimana berdiri pada tahun 1145 Ijriah, kurang lebih dalam tahun tersebut diberikan masyarakat sampai sekarang menjadi kota yang aman dengan kota yang terteram kota yang terbebas daripada maksyat maka insyaallah halaman ini halaman ini lapangan ini yang tadi katanya adalah tempat maksyat insyaallah dengan masuknya majlis Al-Mashhad menjadi kota lapangan yang dimana akan terbuat akan muncul ketahatan-ketahatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan insyaallah tempat ini akan menjadi tempat-tempat yang baik insyaallah dan habib mengatakan terima kasih kepada setiap orang yang dimana membantu yang dimana menolong supaya terjadikan majlis ini dan kalau boleh kata habib habib Muhammad kalau boleh majlis ini misal majlis ini di lapangan ini setiap bulan kalau boleh insyaallah dan kita semua yang ada di sini dan dimana kita fokuskan hati kita fokuskan tujuan kita untuk berhadap-berhadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala فإذا كبير الله عز وجل حضورنا وبروسنا هذا وأسمعنا الحير حصلت إن شاء الله عندنا إقبال على الله طلب ورغبة طاعة الله وهم في الإقبال على مرضات الله تبارك وتعالى على محافظة على الصلاة وعلى كلاوة للقرآن وعلى كثرة صلاة على رسول الله وعلى كثرة ذكر لله وتوب من المعاص والمخالفات هذه هي فائلة هذه المجالس المبارك المنووو مقابل كبير الله تعالى مقابل مقابل الله على محافظة تعالى تعالى كبير كبير yang ada pada kita pada malam المنووو إن شاء الله الله تعالى akan mengubah hati setiap yang habir yang dimana hati yang lain menjadi hati yang dapat menjaga sholat kepada الله hati yang mampu bersalah hati hati tersebut yang diberikan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dalam hati hati tersebut akan mengatakan karnian terbesar daripada Allah subhanahu hati mang menjaga قال النبي صلى الله عليه وسلم 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 الذي يحث أمة برحمة قلبه شبيك عليك على أن يمتعوا في رياض الجنة لماذا يا رسول الله لأن هذه الرياض وهذه المجالس تتمزل فيها الرحمة تدغشاهم السكينة تحفهم الملائكة يذكر الله الحاضرين فيها في ملائكة الذين لا يحصون عددا هؤلاء الحاضرين يذكرهم الله في سبب جلوسهم في رياض الجنة في مجالس الدكري في مجالس الخير في مجالس العلم والتعلمين في رأي الله تتحميille Alliance مجلس MX Wadife مجلس سوا forgetting مجلس كما أنت ق 1080p مغانير Ό حي prov효 ليذكر مجلس الأرهن ك يترضي صلى الله مَاكَ سِيجَالَا تَمَنْ تَمَنْ يُنْ تَمَنْ يُسْحَهُمْ يَعْهَا لِهُا الْأَكْ lip يَحْتُحَى أَنْ يَلَا لِهُمَنًا يُحْتِحَى أَا لِهُمْ أَدْتَحُمَنِ عَبْتَحَى أَوْا هَا رَحُمَنًا لعنى لا يجد وatte من العالمى من العالم إلى الله ورحمة الله نسأل الله تعالى بلا يباركي فينا و في الحضرين على المعين وكان يباركي في حبيب عليم بن حزان وفي والده وفي أهله وفي آمين من أهل الدول والسلطان حضرين وفي جميع العلماء والسادة العلوين جميع الحاضرين رجالا ونسان رجالا ورسول الله أن ينظر الله إلينا وإليكم وإن يدنا بتأييد من عند رسل لنا أحوالنا ومقاصدنا وبيوتنا وأولادنا وأزواجنا وأن يعمرنا أبنا عز وجل بتقوى وأن يجعلنا من من يقاضه ويراقبه ويرجاه إنا ولي ذلك والغازر علينا Semoga الله سبحانه وتعالى memberikan keberkahan khususnya kepada buruk kita Habib Ali bin Hassan dan abahnya beliau Habib Hassan bin Ali dan juga kepada seluruh para paparatur pemerintahan yang telah membantu majlis ini dan juga kepada seluruh para ulama dan khusus juga kepada seluruh para habaib Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada semua yang hadir juga pada malam yang mulia ini dan semoga Allah Ta'ala memperbaiki keadaan kita memperbaiki anak-anak kita memperbaiki keluarga kita istri-istri kita dan memperbaiki seluruh keadaan-keadaan kita dan semoga Allah Ta'ala memakmurkan hati kita dengan ketakwaan kepada Allah سبحانه وتعالى sehingga membuat hasil tidak ada yang kita lakuti melayakan Allah سبحانه وتعالى selamat menikmurkan hati kita selamat menikmurkan hati kita dikaburkan hati kita jangan berubah dulu karena sebenarnya sebelum habis tadi ada tetamu daripada Malaysia dihargikan warga teman kami buruk ini daripada murid krim Muhammad juga daripada warga 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 diaman insyaallah dihargim menyuruh memberikan sedikit arahan atau tausian singkat pada malam yang mulia ini untuk mengambil keberkahan dalam bagian sini insyaallah dan bagi memohon maaf atas segala kekurangan dalam perjemahan dan bagi tidak terlirik kecuali atas perintah daripada Nabi Muhammad bin Salih dan Nabi Alimin Assalamualaikum kepada Nabi Al-Qa'bar Al-Qa'b dan Nabi Muhammad